أعزائنا طلبة وطالبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقات الفلسفة كلمنا في الحلقة اللي فاتت على أخلاقيات المهنة وإنه هو باب من أحلى الأبواب اللي تم وضعها في المنهج لأنه بينقش قضية واقعية حالية وإزاي نتجنبها وإيه المفروض علينا كلنا بما أن إحنا كلنا أفراد عايشين في المجتمع قبل ما نخش في الحلقة بتاعة أخلاقيات المهنة نرضى يعتبر أول يوم في أجهزة نص السنة نبدأ نعمل إعادة تنظيم وإعادة ترتيب لورقنا يا ترى إيه اللي كانوا يعملنينا حاجة نقصة حاجة لسه بتكملها بتعمل إعادة بناء حاجة لسه مفتحتاش برضو نعمل ونبص عليها من تاني وفيش حاجة الوقت ضع لأ لسه قدامنا وقت لسه قدامنا بس بيقودك هدف أنت عايز توصله ودافع جواك عشان توصل للحاجة اللي أنت عايزة تعالوا بينا نستكمل أخلاقيات المهنة قبل ما نبدأ في الجزء الجديد إيه رأيكم نفكر بعضينا كده تكلمنا إيه في الحلقة اللي فاتت أول حاجة نقشنا قيمة العمل في تقدم الأمم أمة مجتمع من غير أفراد مش هيتقدم فرض يشتغل أمة تتقدم إذن الإنسان يتميز عن الحيوان بالعمل الإنسان عزيز الطالب هو اللي نقلنا من مرحلة التقديس والتقليل إلى تفسير توظيف قهر استبداد استغلال سيطرة إذن من خلال العمل هندسة الوراثية اللي استنساخ الحليب المصانع اللي تم وضعها لتنقية الحليب من الأخطار والسموم الحديد اللي تم تحويله لطيارة وسيارة كله بفضل الإنسان مش بعضلاته بس وإنما اعتمادا على التقنيات الحديثة اللي من شأنها الأمة بتتقدم أخلاقيات المهنة مجموعة من المعايير مجموعة من القواعد ما ينفعش أنا وغيري وغيري يشتغل من غيرها معنى كده أخلاقيات المهنة مجموعة من القواعد ما لها لا تستقيم المهنة بدونها طيب والطابع الإلزامي لسلوك المشتغلين لا يركن للضمير أو للوازع الديني وإنما للقواعد المستنبطة للوصول للأداء الأمثل في العمل لازم نحط قاعدة عشان من يخالف هذه القاعدة يتم حسابه ويتم عقابه معنى كده اختلف الفلاسفة حول موضع معايير لأخلاقيات المهنة وقلنا اتكلمنا على الفريق الأول والفريق الثاني والفريق الثالث لو جينا نفتكر مع بعض قلنا الفريق الأول قلنا أن الفريق الأول ربط ما بين الطابع العام وربط ما بين الطابع الخاص قلنا في الفريق الأول لابد من تنفيذ الأوامر والنواهي بغض النظر عن مخالفتها اللي ميولنا وعن الدين وعن الواقع الاجتماعي قلنا من قراء الفريق الأول أنه لا يغضع للسلطة ولا للدين وأن الممارسة العملية هي المعيار الأوحد لضبط هذه المعيير وضربنا مثال على ذلك وقلنا أن المعلم أداب المعلم ملزمة سواء كان نصري سواء كان أمريكي سواء كان راجل سواء كان أنسى قلنا وتحدثنا عن الفريق الثاني قلنا أن الفريق الثاني بيربط ما بين المهنة والطابع الثقافي الذي تمارس فيه وقلنا أداب المعلم ملها لابد من أن المعلم كأنه بيشتغل كده على جناحين أداب عامة وأداب ملزمة أداب عامة حب ود ألفة ما بينه ما بين الطلبة ملزمة إخلاص في العمل بعد عن التعصب يكون فيه موضوعية في التقييم أما الأمور المتعلقة بأجر المعلم واحترامه للعادية والعرف فهي عملية نسبية هتختلف حسب شخصية المعلم وحسب الثقافة السائدة فريق الثالث ألا وهو أحلاهم وأكثرهم واقعية لأنه يرى أنه قبل وضع المعايير لابد من فحص الثقافة السائدة وإلا سوف تتحول هذه المعايير إلى شعارات جامدة وخدنا مثال المعلم ماله لازم نراعي أي هنراعي مجموعة من الأسس أو المؤثرات ميوله مهاراته طبيعة المتعلمين هنراعي كمان دور الدولة تجاه المؤسسات التعليمية أي مهنة للمعلم مش هتراعي هذه المؤثرات سوف تتحول إلى شعارات جامدة انتقلنا إلى جزئية همة ألا وهي ما سبب ظهور الأخلاق المهنية ودي من أحلى الأجزاء في الباب الأخلاق المهنية عزيز الطالب ظهرت لوجود خلل في المجتمع لعجز الأخلاق العامة عن الوفاء بكل ما تحتاجه كل مهنة خاصة من معايير معينة أخلاق المهنة عزيز الطالب ظهرت لافتقاد المجتمع للضمير والمسئولية غيابهم وبالتالي كان لابد من وضع المعايير ضربنا لعديد من الأمثلة وقلنا إيه بعض من الأمثلة ولكنها لا تمثل المجتمع ككل قلنا المعلم الذي يفسح عن الاختبارات لبعض الطلبة دون الآخر قلنا الطبيب الذي يدخن أمام المرضى قلنا الإعلامي الذي لا يتوخت دقة أثناء نقله للأخبار قلنا المصنع الذي ينتج أشياء مخالفة للمواصفات قلنا المهندس الذي يخالف في المباني قلنا الموظف اللي بيستغل ممتلكات الشركة لصالحه أو لخدمته الشخصية قلنا الصائق المرور أو الضابط الذي لا يلتزم بقواعد المرور لو حبينا نشيل أخلاقيات المهنة ممكن متى يتحقق لو أصبح الإلزام داخلي لو كل فرد مننا محبش أن يكون الإلزام مستني العقاب مستني الحساب الخارجي لكن كلنا بقنا نراعي القيم الداخلية اللي جوانا وبالتالي نحن في غنى عن الإلزام الخارجي لأن كل واحد أصبح رقيب لمين لنفسه أيضا تحدثنا عن فوائد المواصيق الأخلاقية وقلنا من فوائد المواصيق الأخلاقية قلنا أول جزئية معنا صورة الزهنية الإيجابية وانت بتذكرها اضرب مثال عندك المثال أنا أعتبر أننا روحنا نتفق مع مؤسسة أو روحنا نتفق مع مصنع حوالين إنتاج شيء معين لو كل واحد يلتزم بالقيم الأخلاقية لو كل واحد يلتزم بالميساق الأخلاقي معنا كده أي حد بيتعامل مع تلك المؤسسة ماله هيكون صورة زهنية إيجابية أيضا تحدثنا عن فوائد المواصيق الأخلاقية وان من فوائد المواصيق الأخلاقية الالتزام بالوسائل القانونية والاجتماعية أي حد داخل مؤسسة داخل مصنع داخل شركة أي حد هلتزم بقيم وقواعد السلوك وقيم العمل معنا كده هيتجنب نوع من أنواع المسائلة القانونية والاجتماعية أيضا تحدثنا عن تحسين الأداء وانا في تحسين الأداء إن التزامنا بقيم العمل إن التزامنا بالسلوكيات إن التزامنا بقوانين العمل ماله هيحسن أداءنا طب لو خلفنا لو أنتجنا أشياء بها عيوب معنا كده إن المؤسسة هتتحمل زيادة فيهم في التكاليف ثم انتقلنا إلى الاستخدام الأمثل للموارد طول ما احنا بنستخدم مواردنا استخدام أمثل طول ما احنا بنحقق نوع من أنواع جودة المنتج طب ليه؟ لو صاحب أي مهنة جاب ألات رضيئة معنا كده بيعرض العامل لنوع من أنواع البطء في الإنتاج لو أي مصنع، لو أي شركة، لو أي مؤسسة أنتجت أشياء بها عيوب معنا كده اللي بيحصل الشركة أو المصنع أو المؤسسة هتخسر لأنها ما التزمتش بقيم العمل آخر حاجة تحدثنا عنها دور الفلسفة في وضع المواصيق الأخلاقية وإن أول حاجة إن الفيلسوف بيحلل الواقع الاجتماعي والثقافي لاستخلاص القيم الأخلاقية عشان نأسس ميساك أخلاق المهنة لازم نحلل المجتمع ونعرف المرحلة التاريخية التي يمر بها هذا المجتمع وبالتالي نبدأ نحدد القواعد اللازمة لأداء عمل داخل أي مؤسسة طب مين بنحدده إزاي؟ استنادا من القيم اللي قدمها مين؟ الفيلسوف اللي قام باستخلاصها من المجتمع وبعد كده بعد ما حللنا وبعد ما حددنا نبدأ نحط بقى نضع مين؟ معايير، ميساق، أخلاق، المهن المختلفة طب مين بيحطها؟ الفيلسوف بمشاركة مين؟ المتخصصين وآخر جزئية تحدثنا عن قلنا أول حاجة تحليل وبعد كده تحديد تالت حاجة قلنا الوضع المعيير آخر حاجة خلاص وصلنا لمين؟ للمبادئ الالتزام بالسلوك الإداري داخل أي مؤسسة إيه المقصوب بيها؟ طول ما احنا ملتزمين طول ما احنا هيؤدي إلى جودة العمل ومين؟ والمنتج وأخيرا تقدم المجتمع ده كان الجزئية اللي احنا تناقشناها في الحلقة اللي فاتت تعالوا اشوف النهاردة هنبدأ بإيه؟ أنا عندي كلمتين عندي مصطلح يطلق عليه الوظيفة العامة وعايزنا نعرف يعنيه كلمة الوظيفة العامة عندي مصطلح آخر يطلق عليه أخلاقيات الوظيفة العامة يبقى لما تيجي انت تبص للباب هتلاقي ان انت معاك تلات تعريفات الحلقة اللي فاتت ابتدينا بكلمة اسمها مين؟ أخلاقيات المهنة النهاردة هنشرح يعنيه الوظيفة العامة؟ ويعنيه أخلاقيات الوظيفة العامة أنا عايز أعرف يعنيه الوظيفة العامة تعالوا بنا ناخد مثال نشوف يعنيه كلمة الوظيفة العامة أنا عندي الفرد ده وده مثاله هو شغل إيه؟ مدرس لا مهندس لا طبيب لا قاضي أنا عايز أعرف يعنيه كلمة وظيفة المدرس أو المهندس أو الطبيب أو القاضي ماله؟ المدرس رايح المدرسة طالما رايح المدرسة يبقى هيقوم بمين؟ بمجموعة من الواجبات ومجموعة من المهام حلو طيب في ضوء مين في ضوء قيم أخلاقية ماشي طب في مقابل أنه هو بيقوم بالواجبات والمهام بتاعته هينال إيه من المدرسة هينال مجموعة منين من الامتيازات مين اللي النص على هذه الامتيازات قانون أطلق عليه قانون الخدمة المدنية طب ليه بياخد الامتيازات دي لأنه بيقوم بحاجة اسمها المصلحة العامة طب لو قان بحاجة مخلة ضد الواجبات والمهام لو المدرس وليكن أفصح عن الاختبارات معنى كده لو عمل حاجة تخل بمهنته أو بواجباته أو بمهامه هنروح ساحبين منه مين الامتيازات يبقى لو جايلي وقال لي إيه المقصوب بكلمة وظيفة عامة أي شخص شغال في الدولة بيقوم بمجموعة من الواجبات ومجموعة من المهام في ضوء قيم أخلاقية انت ملتزم بالقيم الأخلاقية التزامك مسئوليتك حريتك كل دوت انت بتراعي مسئولية الأفراد اللي انت مسئول عنهم في المقابل انك بتقوم بالواجبات والمهام هتاخد مين هتاخد امتيازات ليه؟ لانك بتحقق المصلحة العامة والامتيازات دي نص عليها قانون الخدمة مين المدنية بس بشارط لو قمت بحاجة مخلة ضد مهنتك ضد واجباتك ضد مهامك هنروح ساحبين منك مين الامتيازات يبقى دا في حالة لو جيه وقال لي عرف مين الوظيفة العامة طب تعالوا بنا نشوف يعني هي اخلاقيات الوظيفة العامة تعالوا نعرفها من خلال المثال بسيط انا عندي كلمة اسمها اخلاقيات الوظيفة العامة قبل ما نقول اخلاقيات الوظيفة العامة لو لمحت كلمة اخلاقيات وانت مغمط كلمة اخلاقيات المقصوب بها قواعد ومعايير تيجا فكرك انت خدت قبل كده مننا اخلاق اسمها الاخلاق التطبيقية في باب البيوتيقة معنى كده لما جينا نبتدي نبيب الاخلاق اللي هي التطبيقية مجموعة من القواعد والمعايير برضو في الباب دا واتحدثنا عن اخلاقيات المهنة وقالنا مجموعة من القواعد والمعايير طب تعالوا بنا نشوف اخلاقيات الوظيفة العامة انا عندي قواعد ومعايير من خلال القواعد والمعايير يسهل علينا التمييز يسهل علينا الحكم بين السلوك الصحيح عن السلوك مين السلوك الخاطئ طب وامتى يحصل الانحراف يحدث الانحراف خلي بالك لو اي فرد تسبب في حدوث المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة وبالتالي هو سبب نوع من انواع مين الفساد الاداري طب ليه سبب فساد اداري لانه تم الانحراف عن هذي مين المعير طب تيجوا نوضحها بصورة افضل احنا عندنا قطر القطر بيمشي على القطبان لما القطر بيخرج برا القطبان بنقول ده انحراف عن مصاره معنى كده كلنا بتحكمنا قواعد ومعيير يسهل علينا التمييز ما بين السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ ليه طالما انت بتعمل السلوك الصحيح يبقى انت بتحقل المصلحة العامة لو انت عملت السلوك الخاطئ يبقى انت فضلت المصلحة الخاصة على حساب مين المصلحة العامة وبالتالي يحصل نوع من انواع مين الفساد الاداري ليه لان احنا انحرفنا انحرفنا عن تلقى القواعد وتلقى مين المعيير يبقى احنا عرفنا كلمة اسمها الوظيفة العامة عرفنا كلمة اسمها اخلاقي احنا نشوف جزئية مهمة جدا الا وهي عناصر اخلاقيات الوظيفة العامة وهيجي السؤال يقولك حدد ستة من اخلاقيات الوظيفة العامة تيجي هقولك جزئية سهلة جدا تفتكر اخلاقيات الوظيفة العامة ما تيجي تسأل نفسك سؤال يا ترى عايز ايه من اي موظف من اي موظف رايح وظيفته ايه الاشياء اللي انت عايزها منه عايزه مخلص يبقى الاخلاص في العامة عايزه ملتزم بالعادات والتقاليد يبقى الاخلاص في العادات والتقاليد والالتزام بالعادات والتقاليد محافظة على ممتلكات الشرك سرعة انجاز اتقان العمل يحب الشغل اللي هو شغال فيه يحافظ على ممتلكات مين ايه الشركة او المؤسسة التي يعمل بيها يبقى معنى كده لو جيه قال لي حدد عناصر اخلاقيات الوظيفة العامة بقولك اسأل نفسك سؤال بسيط يا ترى عايز ايه من الموظف داخل اي وظيفة عايزه يكون مخلص عايزه يكون بيحب الشغل ملتزم بالعادات وملتزم بالتقاليد عايزه يكون فيه سرعة فيه اتقان فيه انجاز فيه اخلاص عايزه يحافظ على ممتلكات مين الشركة عايزه يلتزم بعادات والتقاليد المجتمع يبقى خلي بالك لو جيه سؤال وقال لك حدد عناصر اخلاقيات الوظيفة العامة قلنا هنسأل نفسنا عايز ايه من الموظف طب تعالوا ناقش جزئية تانية الا وهي مبررات او آليات اهتمام المؤسسة باخلاقيات الوظيفة العامة خلي بالك هيجي السؤال يقول لك حدد مبررات اهتمام المؤسسات باخلاقيات الوظيفة العامة طب ما تيجي نسأل نفسنا سؤال بسيط جدا يا ترى ليه عايز الموظف يحب شغل ليه عايز الموظف ينتمي يلتزم بالتقاليد يخلص انت بتسأل نفسك السؤال ده واجاوب عليه واحد عشان نضمن شفافية في التعامل مع الجمهور اتنين عشان نحسن الخدمة المقدمة للجمهور تلاتة عشان نضمن ونكون روح عمل او فريق واحد بيشتغل تحت بند روح التعاون عشان نضمن حرية الابداع يبقى معنا كده لو جي سؤال وراح قالك اسكر او حدد مبررات اهتمام المؤسسة باخلاقيات الوظيفة العامة انت بتسأل نفسك عايز يمن الموظف موظف عندي راح وظيفة طب ليه عايزوا يخلص ليه عايزوا ينتمي ليه عايزوا يحب الوظيفة لعدة اسباب من الاسباب قلنا عايزوا عشان نحسن الخدمة المقدمة للجمهور عشان يكون فيه شفافية في التعامل مع الجمهور عشان نضمن التعامل او ان احنا نشتغل تحت بند روح العمل بناخد اسماء ازيك يا اسماء ازي حضرتك يا نسا عملا ايه الحمد لله انت ساكنة فين في السويس في فيصل ولا الاربعين ساكنة في فيصل ولا الاربعين ولا الترعة ولا اهو حضرتك جيت السويس قبل كده اه طبعا جيت السويس اه كنت قاعدة ببرطوفيق قبل كده ما شاء الله احنا والله نتشرف بحضرتك يعني ربنا يخليك يا اسماء احنا ساكنينت السويس نفسها عند السنوية القديمة اه عرفاها السنوية القديمة اه والله نستشرفينا يعني ربنا يخليك يا اسماء تسلام يا حبيبتي عندك سؤال اه انا بس عايزة اتسأخذك على حاجة يعني بالنسبة للفلسفة كده يعني قول انا انا مش بطعب فيها جدا وببقى فهمها من حضرتك لكل حاجة وبعد ما ومسلا اجي اجي بعدين اصال معنى نفسي بلاقي حاجات كتير ناسياها وببقى فهمها وحظها بس مش عافة بانتا ليه بس مش هقولك لأ يعني انا مش هنكر وقولك لأ ماشي محتاجة مجهود في حاجات محتاجة مجهود وفي حاجات بسيطة هل كل المادة هتلاقيها صعبة؟ يعني نبص للكباية تملي من الناحية القضية؟ ما اكيد يعني الانجاب الاصطناعي سهلة ولا صعبة؟ نا يعني برضا يعني الحتة من اول الحتة بيقى بانتا فيها بسير ماشي مرت عليكي كم مرة ذكرتها كم مرة والله يعني مش فاكرة بس برجع عليها كذا ما يعني رجعت عليها كذا مرة ما انت خدتي مش خدتي مش بتاخدي علم نفسي اسمع؟ اه طب خدتي قانون اسمه قانون التمرين والممارسة كل ما الانسان يبص اكتر يمارس اكتر كل ما تقوى العلاقه ما بين المسير والاستجابة صح؟ وارد وارد انت ممكن تسأليني دلوقتي السؤال وقولك انا ناسية وارد انت برضو نفس الكلام بس ما تصدريش الطاقة السلبية دي لمخك ولا لنفسك ان انا بنسى انا بنسى لان المخ بياخد اشارة لا اراضية المخ على فكرة مش بينسى هو بيحتفظ بالحاجة لكن بيبقى عنده حيلة دفاعية عارف ان انت لا هتبص في الملزمة لا حد هيقولك لكن ما فيش مشكلة بنسى طب ما بص تاني وتالت ورابع انا لسه في شهر واحد لكن ما تصدريش الطاقة السلبية وتقولي لا انا بنسى لا ما فيش حاجة اسمها بنسى وارد ان الانسان ينسى لو جبنا واحد حافظه القرآن الكريم وجينا نسمع له مشان لاقي ناسي لو بص تاني هيفتك فما تعطيش تصدري وتقولي لا انا بنسى لا صعبة لا احب الحاجة هتلاقيها نفسها هي كمان حبتك والله يا مش احنا بنحب حضرتك بس ربنا يخليك يا اسماء وما تخفيش ولو في اي حاجة تصل بينا وانا اساعدك فيها لكن ما تخفيش وخلي عندك ثقة في نفسك كده وثقة في المعلومة ان شاء الله واشنى انسى لتحاني راجع كويس يعني كل حاجة ان شاء الله يا حبيبتي بس ان احنا خلاص في التالت والمنطق كمان في التالت فضلنا الرابع والرابع ونرجع تاني لفلسفة البيئة والبيوتيقة ما تقليش ان شاء الله شكرا يا نيسى انا مجموضت مع السلام ان شاء حبيبتي مع السلام نرجع تاني اعزقنا الطلبة كنا بنتكلم على عناصر اخلاقيات الوظيفة العامة الجزئة دي مهمة لانها وغدة تلت جوانب فلازم تكون دقيق وحذر بقول لي عناصر اخلاقيات الوظيفة العامة قلنا هتسأل نفسك عايز ايه من الموظف وقلنا عايز من الموظف اخلاص اتقان سرعة انجاز التزام بعادات التزام بتقاليد عايزينه ينتمي للشركة عايزينه يحافظ على ممتلكات الشركة اه خذنا جزئة قبل كده مبررات اهتمام المؤسسة باخلاقيات الوظيفة العامة ليه اسأل نفسك ليه ليه عايز الموظف يهتم ايه ليه عشان خطر ايه ايه المبررات ايه السبب عشان يكون فيه شفافية في التعامل ما يبقاش حد يقول ده دوري ده دوري عشان نقدم خدمة ممتازة وكويسة بالنسبة للجمهور عشان نطمن حرية الابداع حرية التفكير عشان نشتغل من خلال روح العمل كفريق واحد طب تعالوا بينا نشوف تالت جزئية معايا وهي يا ترى الشخص المخطئ المؤسسة هتعمل له ايه والشخص المتميز يا ترى المؤسسة هتعمل له ايه معنى كده انا عايز اعرف اليات اهتمام المؤسسات بمين بمعايير اخلاقيات الوظيفة العامة ايه الاليات خلي بالك كنت وانت صغير بتاخد طب ناخد محمد ازاك يا محمد ازا حراتك يا ميس الحمد لله تمام انت اخبارك ايه الحمد لله تمام طب الحمد لله الحمد لله عندك سؤال لا انا عاوض تسئل جاهز يا محمد جاهز انا هسأل سؤال صعب فضالي عايز باب تالت ولا تاني ولا اول اعاوض بعد يزم حراتك سؤال في كل باب بعد يزم في كل باب اه طب بس لو ما جاوبتش نعمل ايه دلوقتي. اعجابة ان شاء الله. ماشي. طيب. نبدأ بالباب الاول. ماشي جاهز بالباب الاول? فضالي. ماشي. قديني اذكر مثلا. حل? لمنظمة غير حكومية. مع ذكر اه اه تهتم بقضايا البيئة. ماشي. ووضع قوانين لحماية البيئة. ماشي. طب تقدر تفتكر لي منظمة السلام اللي اخدر اه عددها عدد الدول فيها كم? عدد دول تمانية وعشرين دولة. تمانية وعشرين متأكد? اه متأكد. طيب اه الاعضاء اللي فيها كم? اعضاء ايه? يعني الاعضاء اللي شغالين فيها يعني انت قلت كم دولة طب كم عضو فيها? لا مش عارب بسرعة. طب انت قلت منظمة السلام اللي اخدر فيه منظمة تانية زيها? منظمة اه. ايوة الحيوانات الحيوانات البرية الحيوانات البرية طب تقدر تقوللي اهتماماتها بتحفظ على الحيوانات من ايه بتحفظ على حيوانات من السيد الجائر ونعمل محميات طبعية محميات طبعية وعمل محميات طبعية طيب جاهز بالباب التاني قوللي تلات مشاكل من القضاء المترتبة على زرع الاعضاء وموت الدماغ قيمة الحياة والحالة النباتية قيمة الحياة والحالة النباتية ونزع الوسائل الاصطناعية ونزع الوسائل الاصطناعية نزع الوسائل الاصطناعية طب دي كان اسمها ايه نزع الوسائل الاصطناعية دي طبع الحالة النباتية ما عندك زرع الاعضاء زرع الاعضاء وقيمة الحياة والحالة النباتية وموت الدماغ معاك طيب تعرف تشرح لنا واحدة منهم موت الدماغ توقف حول قبوله كمعار لقبول الموت هل يتحقق بموت الدماغ ككل أم بموت الجزء اللي قاله فقط برافو عليك تغرف تقول لنا واحدة تانية الحالة النباتية التمييز ما بين الغيبوبة ايه والغيبوبة ايه الحالة النباتية التمييز بين الغيبوبة طويلة المدى والغيبوبة قصيرة المدى ومدى مشروعية نزع الوسائل الصناعية من الجزء ونزع الوسائل الصناعية الداعمة له ماشي برافو عليك نايص لك بقى الباب التالت ونقول لك شواطر وبرافو عليك الباب التالت مخلصوا كله اه طيب تقدر تقول لنا يا طار قصة مع فلاطون المجتمع لطبقتين ايه هما الطبقتين اه احرار وعبيد ماشي ايه وظيفة الاحرار وايه وظيفة العبيد اه احرار اه يعني ايوة سياسة وفكرة والعبيد يكمون بخدمة الاحرار. تمام. طيب اه تعرف تقولي النقد الموجه لافلاطون? النقد الموجه لافلاطون ان الاحرار لا يعملون وان العمل اه يقلل من شعل الانسان. ماشي برافو عليك يا محمد. لا شاطر وربنا يوفقك كده. شكرا. ايه يا محمد. مع السلامة. اه نرجع تاني احنا كنا بنناقش جزئة مهمة وقلنا ايه الاليات اللي بتعتمد عليها المؤسسة? لو تفتكر وانت في قولها سنوي تانية سنوي او انت في عدادي كان بيبقى لك درجة مع درجة سلوك. الموظفين ايضا ليهم درجات سلوك. اذا من الاليات واحد انا بقدر الاداء المتميز للموظفين. اتنين تحسين النظام الرقابي المستمر. تلاتة ده انا بضمن الضمير وبحسن الضمير لاستمرار العمل. ووضع جزئات راضعة للافراد المخالفين. تحديد سلطة الاداري وسلطة الموظف داخل اي مؤسسة معينة. يبقى خلي بالك احنا اتكلمنا على تعريف الوظيفة. قلنا وظيفة مهمة. في مقابل المهمة بتاخد امتياز. لو قمت بحاجة ضد الوظيفة معنا كده باسحب منك الامتياز. قلنا اخلاقيات الوظيفة العامة. اخلاقيات يبقى قواعد يبقى معايير بتميز ما بين السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ. ويحدث الفساد الاداري عندما يتم الانحراف عن هذه المعايير. لان انت تسببت في المصلحة الخاصة على حساب المصلحة مين؟ العامة. تحدثنا عن عناصر اخلاقيات الوظيفة العامة. تحدثنا عن المبررات وختمنا بالاليات. دور الفيلسوف. الواجب المهني للفيلسوف في تحديد الهوية الوطنية. خلي بالك ان الفلسفة لا تنشأ من فراغ. والفكر الفلسفي لا ينشأ من فراغ وانما ينشأ منين من المجتمع اللي بيعيش في الفيلسوف. افكرك بحاجة خطاف تانية سنة. ناخد خدنا قبل كده الصفستائيين. وقلنا ان الصفستائي زمان كان معلم الخطابة ولكنها اصبحت مهنة محتقرة. بالتالي الصفستائي بدأ يتلاعب بالالفاظ ويحول الحق الباطل والباطل لمين؟ الحق. مين اللي المجتمع بيعاني من بلبلة؟ مين اللي يواجه هذه البلبلة؟ سكراط لتصدى للفساد الصفستائي. يبقى دور الفيلسوف ماله هو اللي بيحدد عقيدة الامة. هو اللي بيحول الامة من حالة التجزئة لحالة الوحدة زي ما عمل نيتشا او هيجل في المانيا. الفيلسوف خلي بالك هو اللي بيدعم الامة ككل. هو اللي بينقلها لحالة التماسك. الفيلسوف هو اللي بيحلل ويفند ويلخص كل الافكار الواردة عليه. ويشوف ما هو مقبول وما هو غير ملائم. يبقى معنى كده لما نيجي نتكلم ناخد فادي. ايوة فادي. اه مستم سعر خير. ازايك عمل ايه? تمام الحمد لله. عندك سؤال? اه. تفضل. اه ماذا يحدث لو لم يلتزم اصحاب المهن بالمواثيق الاخلاقية التي تنظم العمل? يا انفي الكلام. ماذا يحدث لو لم يلتزم اصحاب المهن بميم? بالمواثيق الاخلاقية. بالمواثيق الاخلاقية. التي تنظم العمل. التي تنظم العمل تيجي نلعب لعبة انت خدت واحد هنكون صورة مين زهنية ايه ايجابية صح معنى كده لو الشخص اللي دخل شغال في المؤسسة مالتزمش هيكون صورة عكسي ايجابية مين سلبي طيب لو التزم مش هيتحمل تكاليف محدش هيرفع عليه قضية طب لو مالتزمش بالوسائل القانونية هيعرض نفسه لمسألة مين تكاليف والمسألة القانونية طب لو انتك بها حاجات بها عيوب معنى كده هيتحمل زيادة مين تكاليف يبقى انت نفس الكلام بس بتنفيه لو التزموا هيكونوا صورة ايجابية طب لو مالتزموش هتكونوا الصورة سلبي طب لو التزموا بالوسائل القانونية محدش هيسألهم محدش هعمل لهم مسألة طب لو مالتزموش لا ده احنا هنعمل لكم مسألة قانونية واجتماعية لو انتجوا حاجات كويسة مش هنرجعها طب لو انتجوا حاجات هتتحمل المؤسسة والشركة مين زيادة التكلفة عندك سؤال تاني؟ لا شكرا الجزء ده كله شق والجزء اللي احنا هنبتدي فيه جزء جميل وممتع العمل لدى الفلاسفة كأنها اخدها كأنها قصة بالزبط كأن احنا بنحكي قصة احنا عندنا العمل ابتدينا بالباب دوت بالعمل ودوره في تقدم الامم احنا عايزين نشوف وجهة نظر افلاطون في العمل افلاطون عزيز طالب يرى ان الفرد فرد بيعيش وسط مجتمع يبقى الفرد بيعتمد على غيره في اشباح حاجاته وانت حتى خدتها في علم الاجتماع في العلاقات الاجتماعية طيب ايه الحاجات الطبعية يا افلاطون اللي انت بتحددها لقيام المجتمع الانساني حدد ثلاثة اشياء اساسية مأكل مسكن ملبس ثلاثة لقيام المجتمع الانساني طيب الثلاثة دول عشان نعملهم يطرى لينا طريق واحد ولا طرئين لينا طرئين طريق هسميه المجتمعات البداية وطريق هسميه المجتمعات المتحضرة في المجتمع البداي كان كل انسان بيقسم نفسه بين هذه الوظائف السلاسة يعني الانسان يوم يشتغل هنا ويشتغل هنا ويشتغل هنا طب ما تخليك شاطر مجهد ولا منتج هيطلع مش جيد طب في المجتمعات المتحضرة كان كل فرد ماله له تخصص معين ده تخصصه اكل ده تخصصه ملبس ده تخصصه مسكن وهذا هو ما يؤيده افلاطون اذا افلاطون بيؤيد التقسيم الاجتماعي للعمل ليه الفرد هيكون مستريح هنحصل على سلعة جيدة يبقى معنى كده ليه افلاطون بتحب المجتمعات المتحضرة لسببين واحد هنحصل على سلعة جيدة اتنين كل فرد هيكون مستريح في اداء وظفته وايه واداء المهنة التي يبلغ فيها المهارة طب ايه الفرق ما بينك يا افلاطون وما بين رجال الاقتصاد افلاطون لا يهدف لزيادة الانتاج مسلما يهدف اليه رجال الاقتصاد افلاطون هدفه اجباع الحاجات الطبعية للفرد لا وهي مين المأكل والمسكن ومين والملبس بس مشكلة افلاطون انه قام افلاطون بتقسيم المجتمع وخلي بالك عشان نبدأ نوجه النقد قام افلاطون بتقسيم المجتمع لطباطين طب سامع واحد بيقولي انه هتلغبط ما احنا لسه قالين المجتمعات البداية والمتحضرة لا فوق احنا قلنا الطريقين اللزين يمكن من خلالهم اجباع الحاجات الطبعية قلنا المجتمعات البداية والمجتمعات المتحضرة لكن تقسيم المجتمع لدى افلاطون من خلال طباطين العبيد والاحرار الاحرار يمتلكون الاراضي الزراعية ولكنهم لا يعملون بها الأحرار يحتاجون إلى الفراغ ليه؟ للبحث للسياسة للفكر خلي بالك الحر عنده أرض ولكن لا يجوز له أن يعمل بالأرض أو بالزراعة لأن العمل يحط ويقلل من فضلته ومكانته وشرفه طبعا مين اللي هيخدم الحر؟ العبيد يعني معنا كده العبيد هم الذين يقومون على خدمة مين؟ الأحرار يبقى تاني إحنا حكينا قصة ما تاخدهش على أنها صعبة قلنا عفلطون بيقول عشان نعمل مجتمع ماله؟ لابد من تنفيذ أو توفير سلاسة وسائل وهي إجباع الحاجات الطبعية مأكل ومسكن وملبس لتنفيذ هذه الحاجات الطبعية ناخد إسراء 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 ممكن توطي صوت تلفزيون مستنيني جتاني يا إسراء معنا كده مجتمعات البدائية والمجتمعات المتحضرة المجتمعات البدائية الإنسان يقوم يشتغل هنا ويشتغل هنا ويشتغل هنا مجهد بيقسم وقته ما بين ثلاث وظائف في المجتمعات المتحضرة كل فرد له تخصص معين وهذا هو ما يسعى إليه مين؟ أفلاطون وهو ما أطلق عليها التقسيم الاجتماعي المين للعمل أنت زيك زي رجال الاقصاد لا لا يهدف لزيادة الانتاج يهدف لإجباع الحاجات الطبعية خلي بالك هدفه من التقسيم الاجتماعي للعمل حصوله على سلعة جيدة اتنين ما ننساش أن المنتج يكون مستريح في أداء مين وظفته قسم أفلاطون المجتمع لطبقتين الأحرار والعبيد الحر بحث سياسة فلسفة يحتاج لفراغ يمتلك أرض زراعية ولا يجوز له أن يعمل بها العبيد هم الذين يقومون على خدمة مين؟ الأحرار ليه؟ لأن الحر لا يليق به أن يعمل لأنها تحت من مكانته وفضلته وقمته ناخد محمود؟ زك يا محمود؟ عليكم السلامة الله وركزك يا ميس؟ الحمد لله تمام أنت أخبارك إيه؟ بخير والله أشكرك على المجهود الرعاة اللي تقدمونا يا فهم ربنا يخليك تسلم يا محمود خلصت الباب الأول والثاني والثالث؟ خلصت الباب الأول بس بس كان عندي في سؤال بس ماشا تفضل بس مش متأخر شوية كده يا محمود يعني نشد شوية إن شاء الله كده بس بإذن الله أقول الاستنساق بين الكبول والراحب دوت في الباب الثاني الاستنساق ده أيوة الاستنساق ما بين القبول والرفض القبول ممكن نوافع الاستنساق في مجال الحيوانات لأنه عالم مباح بلا قيود ولا ضوابط أخلاقية يجوز أيضا استنساق النبات بما لا يضر الحيوان والنبات لكن الرفض رفضوا الاستنساق اللي هما العلماء رفضوا الاستنساق في حالة مين تطبيقه على مين؟ في حالة الإنسان والحيوانات لأنه بيكون مع بيجلوا على التجارة يعني بطريقة خاطئة آه لا وحاجة تانية لأن الإنسان محتاج لحنان الأم رعاية الوالدين عشان كده رفضوا وحراموا وتطبيق الاستنساق بأي صورة تؤدي إلى التكاثر بصورة غير طبعية تماما باشا شكرا ماشا محمول مع السلام عايزين إحنا حكينا القصة بتاعت أفلاطون عايزين نعقب على أفلاطون خد أسهل حاجة إن أفلاطون أقر بنظام العبيد وهي فكرة تتعارض مع الديمقراطية الحديثة أيضا ما ننساش أنه نظر للعمل على إنه مال وسلعة والمفروض ننظر للعمل على إنه خدمة أخفى للبعد الاقتصادي للعمل بإخفاله للمشكلات المترطبة على وفرة وزيادة مين الإنتاج يبقى ده بالنسبة لمين لأفلاطون طب تيجو نشوف أرستو أرستو هيتفق مع أستاذه أفلاطون على إن المدينة هي المدينة هي اللي بتحقق السعادة لأفرادها طيب مش بس مشكلة برضو أرستو إنه أقر بنظام الرق ده مش أقره بس تعالوا كده نشوف أرستو نظر للعبيد أو لنظام الرق على إنهم كلمتين آلة الحياة وآلة منزلية آلة الحياة لأنهم يعملوا على تدبير الأعمال خارج المنزل طب وآلة منزلية لأنهم يقومون بتدبير الأعمال داخل المنزل ده مش كده وبس أرستو عزيز الطالب أيد التمايز بين البشر وأكد أن التمايز فكرة طبعية ما بين البشر وبالتالي فهناك الزكي وهناك منخفض الزكاء وهناك من يصلح للحياة السياسية ومن هناك الكفل إذن يترطب على ذلك وينتج عن ذلك أن هناك صنفة من البشر صنفة حرة بالطبيعة وصنفة عبد بالطبيعة إذن لما تيجي تحلل الكلام أرستو عنده جزئتين أذكر أو وضح وجهة نظر أرستو في نظام الرق أي يدى وافقة على نظام الرق وأكد أنه آلة الحياة وآلة منزلية طيب يدعو أرستو إلى التمايز بين البشر العبارة صحيحة فهناك الزكي ومنخفض الزكاء ومن يصلح للحياة السياسية ومن هو كفل وبالتالي ينتج عن ذلك أن البشر نوعان صنف حرة بالطبيعة وصنف ماله عبد بالطبيعة عقب برأيك على وجهة نظر أرستو خذ الكلام السهل يؤخذ على أرستو الأغذب نظام الرق كنظام طبيعي اتنين قصر نظام الرق على غير اليونانيين لأن زمان كانت اليونان بتخوش في حروب وبالتالي أي حد أسير يقع تحت بند العبد أيضا يؤخذ عليه الأغذب نظام التمايز بين البشر وهذا الأمر غير مؤكد في العلم المعاصر خلي بالك أنها قريبة من الحتمية الجينية لأن ممكن الإنسان عزيز الطالب يطور من نفسه واحد عنده ضعف لأ ده ممكن يطور من نفسه والدليل عزيلك توماس أديسون كان ضعيف ومع زيلك هو اللي اخترع المصباح الكهربائي وقعد يعمل محاولات تسعة وتسين من مرة لحد أما نجح في المرة المية يبقى من النقد أنه قصر العمل على غير اليونانيين أنه أقر بنظام الرق أيضا أنه يؤخذ عليه أنه نادى بالنظام التمايز كفكرة طبيعية تعالوا بنا نشوف وجهة نظر الفرابي الفرابي خلي بالك الفرابي من أشهر من دعوه لتأسيس مدينة أطلق عليها المدينة الفاضلة طب المدينة الفاضلة مالها؟ في نظام ما بين أهلها في تعاون ما بين أهلها طب لو حصل النظام وحصل التعاون معنى كده أن المدينة دي مالها هتعيش في نوع من أنواع السعادة طب لو ما فيش نظام لو ما فيش تعاون معنى كده هتظهر مدن أطلق عليها المدن الغير الغير فاضلة طيب أنا يهمني تدرج السلطة لدى الفرابي أنا محتاجة منك تفتكر لي الرسمة دي أدي واحد اتنين ثلاثة أول حاجة قسم المدينة أدي القمة أدي القمة وأدي معايا الوسط وأدي معايا بسميها القاع طب القمة مين اللي هيعيش فوق في القمة؟ الملك النبي الإمام الفيلسوف طب في الوسط مين اللي هيعيش؟ الجنود والعلماء طب في القاع دا هيعيش الفلاحين دا هيعيش الزراع دا هيعيش مين؟ التجار دا هيعيش الصيادين يبقى معنى كده ما قلتش غير جزئتين الفرابي يدعو لمدينة فاضلة مدينة الفاضلة يبقى معنى كده طالما فاضلة يبقى فيه النظام يبقى فيه تعاون يبقى معنى كده هتترطب عليها نوع من أنواع السعادة فشلنا هتظهر المدن الغير فاضلة طب تدرج السلطة ما انت معاك المسلس ثلاث طبعات الأولى يبقى اسمها القمة بدل ما نقول قمة المسلس بقمة المدينة ملك إمام نبي فيلسوف طب الوسط من يتولى الدفاع عننا الجنود والعلماء طب تحت في القاع هيعيش مين؟ زراع صناع الفلاحين طب لما نجي نشوف عقب برأيك على الفرابي الفرابي يؤخذ عليه أنه تأثر بأفكار كل من أفلاطون وأرستو دون تجديد أيضا أنه تأثر بفكرة التعاون ملهم متأثرا بفكرة البقاء منين بالتعاون منين من الدين الإسلام ده بالنسبة لمن؟ للفرابي لما نجي نتكلم على شخصية أخرى ألا وهو ابن خلدون أحلى الشخصيات عمل مطدمة ابن خلدون كتاب العبر في ديوان المبتدأ والخبر تحدث على كل المهن المختلفة كل المهن تحدث عن مهنة أطلق عليها مهنة التجارة وعرف التجارة على أنها تنمية المال عن طريق شراع السلع وبيعها بسعر أعلى من ثمنها بشارط حدد صفات التاجر عدم الغش عدم التضليل عدم الاحتكار لأنه مفسد للربح أن يكون رأس المال قليلا بالنسبة للربح لأن القليل في القليل كثير أحلى جملة قالها ابن خلدون أننا نحكم على الأفراد ونقيمهم وفقا لعملهم وبالتالي من بلا عمل يصبح بلا قيمة ودي تعتبر شخصية ابن خلدون لما نيجي نشوف إحنا خدنا إيه كده هنلاقي إن إحنا تحدثنا عن أفلاطون وأن أفلاطون وتقسيمه في المجتمعات البداية والمجتمعات المتحدرة أيضا تحدثنا عن أرستو ووجهة نظره في الرق والعبيد أيضا تحدثنا عن الفرابي وختمنا بابن خلدون وأقتبس جملته الجميلة إن الإنسان الذي بلا عمل بلا قيمة استمد أنت كمام قيمتك من عملك بمذاكرتك بجهدك بالدافع اللي أنت بتطلعه بالصهر عشان ما تحسش في يوم أن أنت ندمت على حاجة بالعكس لازال قدامنا الوقت وممكن تصنع لنفسك حاجة وكده عزيزينا الطلبة والطالبات نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم لقاء آخر حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته